ما احنا بنشوف كده في مجتمعنا عدد كبير جدا من الأمهات بيعملوا المرأة العاملة بتشتغل وده بيخليها تكون مشغولة بشكل طويل خلال اليوم ساعات كتير عن أولادها أو بناتها ده بيدفع بعض الأمهات أن هما يضطروا أحيانا إلى الاستعانة بمربية أطفال أو جليسة أطفال ده الموضوع اللي احنا تكلم عنه في فقرتنا النهاردة الاستعانة بجليسة الأطفال أو مربية الأطفال أن الأم تسيب ولادها لعدد ساعات كبير مع مربية أطفال إيه التأثيرات الإيجابية وإيه التأثيرات السلبية وإزاي ده ممكن يؤثر على نفسية الطفل وسلوكه وإزاي ممكن نضبط المسألة دي أننا بقى متطمن كأب أو كأم إن ولادي موجودين مع جليسة أطفال أو مربية أطفال داخل المنزل هسألها كتير قوي الحقيقة لأنه مؤخرا بقينا منشوف أنه في بعض الأسر بقت الناني أو بقت مربية الأطفال أو المساعدة بقت جزء لا يتجزأ من الأسرة أحياناً بيكون للموضوع ده مزايا وأحياناً بيكون في عيوب خلينا نعرف كل التفاصيل من دفتنا من نورانا في سباعة الخير يا مصد دكتور مارلين نبيل استشاري الأسري طبعاً هنعرف بنا كل الأجواب اللي إحنا محتاجين نعرفها إزايكي دكتور سباعة الخير عليكي من نورانا في سباعة خير شكراً جداً فكرة وجود مربية أو مساعدة أو الناني أو أي مكان الأسر اللي يطلق عليها ده ما كانش موجود قوي زمان يعني معظمنا إتربى من غير وجود الست دي كان فيه مساعدة في البيت ليه مزايا أكتر ولا شايفة ليه عيوب أكتر؟ خلينا نتوضح في الأول أنه يمكن من عشرين عشرين في وقت الكورونا وقت ما تقفلت الحضارات والمدارس ابتدت أن الأطفال تقعد مع الأمهات في البيت والأمهات كانت محتاجة أنها تنزل تشتغل فده خليها تستعين بحد يجي وابتدت الموضوع يبقى بشكل مهم قوي أنه لازم أكون بجيب حد يقعد مع الأطفال ومن هنا ابتدت أول خطوة ما نحسش بيها أنه موضوع ينتشر بشكل كبير جدا بس محتاجين يمكن في الأول نفرق ما بين فكرة الحد جاي يساعد في البيت ولا جليسة الأطفال ولا مربي أنا بقيم في الأول احتياجي كأم أنا محتاجة مين زي ما بتقولي كده زمان كانوا بيحتاجوا الميد أو حد واحدة بتساعد في أعمال البيت علشان الأمة تبتدي تعمل الرعاية بتاعة الأطفال والتربية بتاعة الأطفال فبتشيل عبق شوية من البيت بوجود حد بيساعدها في الأعمال المنزلية لكن للأسف ابتدت أنه المفهوم يختلط ما بين أنه واحدة ادى الرابطة على فكرة تعمل أكله شربه وتنظيف للبيت لفجأة حطناها في تربية أطفال وهنا بدأت الكارسي طبعا طيب لو استعمل المرأة أو الأم أن هي بجليسة أطفال ما بيش بس حد يساعدها في الأمور المنزلية لا حد يساعدها في تربية الأطفال لو في حالة كده إيه المواصفات أو المعايير اللي لازم الأم تاخد بالها جدا منها لما تختار جليسة لأطفالها وهل التصرف ده بداية صح ولا لا طيب هو فيه فرق من الجليسة ومربية خليني أقول إن الجليسة دي بجيبها وقت ساعات يعني مثلا أنا محتاجة أنزل مشوار مهم فأنا محتاجة حد يكون برقب الأطفال أو يكون متواجد علشان ما يتعرضوش لخطر أو مشكلة تحصل معاهم فبجيبها عدد ساعات معين أو بعض الأيام مش بشكل دائم لكن مربية الأطفال بجيبها بصفة يعني بوقت أكبر بإقامة ممكن تكون حد بيبقى موجود معايا في البيت أو موجود 12 ساعة معايا يعني بتيجي من الصبح لغاية بالليل احتياجي لها الحقيقة هي بتشيل عبء كبير يعني كل الستات لما تيجي كده تشوف رأسستات فتقول يا جماعة يعني وجود الناني في البيت دي حاجة مهمة قوي لما أجي أخطار لازم أكون مؤهلة أن أنا أفهم دي جاية تخفف عبء بالضبط مش تشيل المسؤولية أنا كأم علي المسؤولية ما يلغيش دوري في المجتمع أن أنا هسيب شغلي وهسيب المهنة بتاعتي وهسيب الكرير بتاعتي علشان طفل أنا جبته وأنا مسؤولة عنه لازم أفهم ما بين أن أنا قررت أجيب طفل إذن أنا علي مسؤولية ما ينفعش حد يكون بيقوم بالمسؤولية هي هتقوم إذا هي تعمل مثلا تجهز أكل لكن مش هتقدم الحنان مش هتربي مش هتخاف طيب دكتر بس في مشكلة هنا برضو بالفعل الأمهات بتقول أنه أنا اللي بربي لكن الجليسة أو الناني مش بتربي الطفل ولكن فكرة وجود الطفل مع شخص عمتا لوقت طويل غصب عنه بياخد منه غصب عنه بيشوفه بيعمل حاجة بيعمل زيها بيقلده طبعا يعني فهي غصب عن الطفل وغصب عن الأم وغصب عن الناني لازم بيبقى فيه برضو للأسف يعني لا في حاجات طبعا بتتاخد أنا المفروض الوقت اللي الطفل يقضيه مع الناني أو مع الجليسة أو مع المربية ده قد إيه إيه المفروض الحاجات اللي ياخد بالي منها اللي هي ممكن تتدخل فيها وإيه اللي ما تتدخلش فيها هل حتى لو ابني مع الناني لازم يكون موجود بصحبة أمي أو والدة الأب أو حد من العيلة يكون تحت نظر كمان حد من العيلة يفضل طبعا لو في حد من العيلة موجود مع الناني يديها يبقى حاجة جميلة جدا أن أنا أقدر أعمل كده بس غالبا اللي بيحتاج لناني بيبقى علشان هي بتنزل للشغل اللي عدد ساعات طويل هي مش موجودة فيه فأنا محتاج أن أنا أكون باخد خطوة الأولى أن أنا أكون بعمل كاميرات في كل البيت أنا خلاص قررت أن أنا هعمل أنني بقدم مسؤولية دي وأكون بخلي بالي من أطفالي بقدر الإمكان فأنا طبعا بركب كاميرات في البيت لازم أعرف خلفية أنني اللي جاية دي في النهاية هي وظيفة وبأجر يعني ممكن تكون لو فيه فرصة أفضل مني هتكون بتسيبني وبتسيب أولادي وبتروح لحد تاني لازم أراعي أن فكرة أولادي نفسهم ارتباطهم بشخص معين موجود معهم لعدد ساعات طويل وبعد شوية إذا استمرت معايا سنة أو سنتين وممكن تتغير بعدين الطفل نفسه بيحصل له تشتت وبيحصل له أزايا نفسية كبيرة جدا لأنه هو بيتعلق بالشخص اللي هو بيبقى موجود معاه أنت بتقولي ليه تأثير؟ أه طبعا ليه تأثير هو بالنسبة ليه ما بيفرقش هو فرد من أفراد العيلة خليني أقولك في البداية أنه أصلا لما تيجي الأمة أول ما بيجي عندها بيبي ويبقى راضيع أنه إحنا جسمنا كأمهات بيفرز هرمون الحب أو هرمون الارتباط فده اللي بيخلي الأمة عندها استعبداد أن هي تكون بتتحمل التعب وأن هي تكون بتحس بإحساس مختلف والطفل نفسه التوتشنج أو اللامس مع الطفل في المرحلة دي بيختلف طب إيه رأيك بقى لما أجيب حد بيقدم ده بديلا عني الارتباط هيكون لماذا؟ دكتورة مرلين حضرتك قلت حاجة مهمة جدا من شوية قلت المربية أو الجليسة ممكن ترائب ممكن تساعد تاخد بالها من الولاد لكن بيش هتقدم عطف أو حنان بيش هتربي يعني هي مربية برضو المصطلح ده عايزين عايز مراجعة لكن اللي بيربي في الآخر هو الأب والأم ده مسؤولي ده ابني وبنتي النقطة دي تحديدا لما أسيب ابني أو بنتي مع مربية لفترة طويلة ممكن يأثر إزاي سلبيا على سلوكياته وعلى أفكاره وإنه بعيد عن الحضن الطبيعي اللي هو الأم والأب مع حد في النهاية هو غريب في البيت إذا الطفل عاش كل اللحظاته الجميلة أو بداية لحظاته في مثلا في أول خطوة في أول ضحكة في أول سنة في توقع كل اللحظات الجميلة دي شاركها مع الناني والأم ما كانتش موجودة أو الأب ما كانتش موجود إذا هي اللي بتوجهه لكل مرة هو عبل حاجة غلط إنه ما ينفعش يعمل كده هنا السلطة رجعت لمين؟ عليها السلطة رجعت للناني الموجودة مش للأب والأم بيجي بعد كده الأب والأم يجيوا يتعاملوا مع أولادهم يتفاجئوا إنهم على ست سنين طبعا إحنا عارفين إنه إحنا في أول سنين من حياة الطفل هي بتكون 80% من شخصيته فتخيلوا معي كده لما تيجي الأم تتعامل معاه تلاقي نفسها فقدة سيطرة السلطة رجعت ما بقتش ليهم من الأب والأم برغم من المجهود اللي هم عاملينه وإنهم طالعين طول الوقت بيشتغلوا وبيقدموا الحب ومعايزين يبانوا دايما بأحسن صورة فممكن الأم تكون بتيجي بتحاول تقضي وقت كويس بيجيب الأب بيجيب هداية لكن الحقيقة بعد كده يلاقوا نفسهم إن السلطة ما بترجعش ليهم الطفل كمان ما بيعرفش يكون علاقات كويسة مع اللي حواليه ويبتدي يحس إنه فيه فرق ما بين ليه ماما موجودة بتاعت صاحبي وأنا مامتي مش موجودة يبتدي فيه مقارنات بتحصل بينه وبين نفسه فده بيأخر من عنده في الصحة النفسية بتاعته وبتقلل من الثقة في النفس عنده فيهم هاتي دكتور خاصة لو الأم إبراءة عاملة بيستعينوا بالناني في بدري قوي يعني معروف قبل في الوقت مثلا أو في بداية يعني عمر الطفل بيبقى فيه الناني جاهزة موجودة شايفة إنه الوقت المناسب أو السن المناسب اللي تبتدي الأم تدخل فيه ناني على الطفل في وقتها قدقي أو في سنها قدقي هي ممكن تدخل ناني من بدري ما فيش مشكلة يعني مش عايزين نحن نمدع الحتة دي لكن يبقى ليها حدود إنه اللي بيأكل أنا اللي بينيم أنا اللي بياخد شاور مع الطفل أنا منين هعلمه برايفسي وأنا كل شوية بجيب ناني مختلفة بتديله شاور منين ما أنا هعلمه إنه إنت لك إنه أنا الوقت القابل النوم ده أهم وقت إن أنا بشاركه فيه الناني هي اللي بتبقى موجودة معا مهمة جدا كمان إنه إن هي تتوفر لها مكان للإقامة مش مع الأطفال لازم يكون لوحدها فأنا لازم أخلي بالي إنه إذا أنا أنا مضطر أجيب ناني يبقى لازم أحط حدود واضحة وأكون متفق مع الناني اللي تكون موجودة على قوانين واضحة للبيت لأنه مرضو أنا مش عارفة الخلفية بتاعتها أنا مش عارفة التربية بتاعتها مش عارفة المشاكل الصحية أو المشاكل النفسية اللي عندها النظافة الشخصية دي حاجة مهمة جدا إحنا شفنا مشاكل كتير جات في البيوت بسبب الأمراض بسبب الخلفية أنه في ناس كتير اكتشفت جرائم وتحصل للأطفال وأزية من غير ما يعرفوا بسبب وجود ناس هما مش يعني برضو في النهاية هما جايين لوظيفة بالضبط وظيفة أمام يعني بأجر وهم في الآخر غريب في البيت شخص ما هواش من البيت نفسه طيب سؤال مهم جدا لو أنا لاحظت أو شفت سلوكيات غلط بتقوم بيها المربية أو الجليسة للأطفال مع ولادي أتصرف إزاي أتعامل إزاي بحيث أن أنا برضو مسببش أي أدى نفسي لإبني أو بنتي لأن هي برضو بتكون مرتبطة أو هو بيكون مرتبط بالجليسة أو المربية دايما بقولي الطبيعي حادثك يعني لما تيجي الأم تحس بأي حاجة إوعي تقولي لا أنا شك لا مش مشكلة طب أنا هدي فرص تانية لا بنمشي وراء الإحساس الضعيف جدا اللي ممكن يكون بيخلينا نقلة لو الطفل نفسه عنده مشكلة أو الطرف النوم بنخلي بالنا إنه ممكن يكون بيتعرف وهو في الفترة اللي أنا مش موجود فيها لو الطفل نفسه لو كل حاجة بيروح يشاركها معناني ما بيشاركش معايا أنا يبقى عندي مشكلة ألحق ورجع نفسي في ملحظات كتير مثلا لو في علامات في جسمه مكان يعني ممكن أن الأم ما بتخطش بالها لأنه الطفل بيروح ياخد شوار معناني وبتلبسه وبتغيره فأنا يعني بقيت الأم اللي صباحها الخير أو تصبح على خير بقيت مشرفة ما بقيتش أنا اللي موجودة معايا ومش عارفة هو بيمر بإيه فأنا لازم أتشك كل شوية أشوفه هو كويس الأمور بتاعته كويس أحكي معاه أقوله أخبار يومك إيه عملت إيه وأنا مش موجودة لازم أكون كمان فيه وقت باخده وبخرج به لوحدي من غير الناني وأبتدي أحكي معايا عن الوقت ده وأعرفه مهمة الطفل يعني مهمة الناني اللي موجودة طيب يعني في حالة أنه الطفل تعلق زيادة بالناني يعني تعلق بمربية بتاعته أو الجليسة بتاعته زيادة عن اللزوم ابتدى يبقى قريب منها أكتر من الأم هل الصح أن الأم تستغنى عن خدمات الناني دي ولا تتصرف إزاي في الحالة دي إيه الأهم هنا أنا أدور أنه أنا أهم أكون في حياة ابني متواجدة ولا أهتم بالحاجات التانية واسيبه متعلق به لا الحقيقة لازم أخذ إجراء واضح جدا لو أنا مقدرتش أني أنا أكون بتواجد في حياة ابني وأن أنا أكون رقم واحد في حياته أخذ وقت وأخذ قرار أنه لازم أنني تتحرك وتمشي من البيت لأنه في النهاية يسبب صدمة للطفل هيسبب صدمة للطفل بس أنا هقوم بدوري أنا بعمل كده عشان أقوم بدوري مش عشان أنا بخليها تمشي وأنا متخليها عن دوري يعني هنا في صراع سلطات في البيت فأنا عايزة إيه اللي يحصل فطبعا لا لازم أخذ إجراء سريع جدا ودي مسئولية مهمة جدا التربية مهمة ومسئولية الأم هنا مهمة جدا وحيخليني أسأل حضرتك كمان مسئولية الأب دور الأب هنا كمان إيه في اللي هو يضبط المسألة دي لو فيه أي مشكلة موجودة وإنه مش معنى أن فيه جليسة أطفال أو مربية أطفال في البيت فإن كل المهام هي اللي هتقوم بيها وأنا كأب هبقى بعيد تماما عن التربية أولادي بصه هو يعني خليني في البداية الأب لما بيختار الزوجة بتبقى الزوجة عبارة يعني بيقول أنا بختار زوجة وإيه وأم إيه أولادي فمهمة قوي أن إحنا عندنا هو بيبقى متوقع من الأم أنه هو مش موجود هيكون ليها جزء كبير في التربية طيب أوقات بنختلف على الحتة دي والأب بينسحب من نقطة التربية لا الأب ليه دور كبير جدا الموضوع مش أن أنا بدفع فلوس لآخر الشهر والأولاد يبقوا كويسين بشكل من بره شكله حلو والبيت فيه مشاكل لا الأب لازم يمدي إيده طبعا في التربية ولازم ياخد باله جدا لازم يكون فيه وقت بيقضوه كفاملي تايم بيخرجه مع بعض كعيلة كمان خلي بالك وجود الناني في البيت ده بيفقد برايفيسي بتاع البيت يعني وجود شخص غريب طول الوقت حتى لو ليه غرفة منفصلة أو حاجة هو متواجد معك فهو الزوج والزوجة طول الوقت فيه غير لما يكون أولادي بس الموجودين فاحنا طول الوقت فقدين الخصوصية فهل أنا مبسوط لده ولا ممكن محتاجة أن أنا أكون بعمل يومين في الأسبوع بفصل أنه ما يكونش فيه حد في البيت وأنا أكون مع أولادي فلازم أرجع حساباتي شوية أنا كأب دوري إيه وبعمل إيه مع أولادي هل أيها الدكتور هي زي ما حضرك قلت هي مسؤولية مشتركة ما فيش حاجة تعوض أو شخص يقدر يعوض المسؤولية دي ممكن ما فيش مانع من وجود مساعدة من وجود جليسة من وجود مربية ولكن المربية ده شيء آخر لازم تكون درسة ولازم يكون عندها مؤهلة لازم تكون مؤهلة عشان تقدر تأمل ده فمهم جدا دور الأم لا يعوض دور الأب لا يعوض فمهم جدا طول الوقت أن أنا أبقى موجودة مع أولادي في البيت طول الوقت أبقى على تواصل طول الوقت أبقى أنا كل ما يتعلق بهم أنا اللي بقدمه لو فكرة بس حد يقعد معهم ياخد باله منهم لوقت صغير أو ده طبعا مقبول جدا نظرا للمهم والمسؤوليات الموجودة لوقتي وفكرة الرتم السريع اللي بقى موجود في حياتنا أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا دكتور مارلين نبيل استشاري الأسري شكرا لحضرك نورتينا في صباح في اليوم شكرا لك دكتور مارلين